بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائدين إذ قالوا ليوسف وعفوه أحب إلى أبينا عنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف وقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا معلك لا تأمنا على يوسف وإن نعلم لنعصحون أرسله معنا ضدن نرتع ونلعب وإن نعلم لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخافلون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت له أنفسكم أمرا فصبر جميل والله للمستعان على ما تشفون قبس أمرا فقميصوا موسيقى شكرا 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 شكرا